الضربة الغربية التي وجهت لنظام الاسد الأسبوع الماضي يبدو أنها أصبحت نقطة تحول في الوضع السوري فما بعدها ليس كما قبلها على ما يقول ساسا وعلى عكس ما جرت العادة في سوريا بدأت التصريحات الواضحة تكشف شيئا مما يحيك في الصدور وسط تضارب في المواقف الدولية لا يقل حدة عن تضارب المصالح روسيا ألمحت في تصريح مفاجئ على لسان نائب وزير خارجيتها لإمكانية تفكك وحدة أراضي الدولة السورية حيث قال إن موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها على خلفية ضربة الغربية ومع ذلك قال لافروفين ترامب وبوتين التفقى على أن لا يسمح بمواجهة عسكرية بين بلديهما في سوريا وإن الغارات الأمريكية على سوريا لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو لواشنطن قبل الضربة بدورها جددت واشنطن تأكيدها بأن موسكو تعمل على تطهير موقع الهجوم الكيموي في دوما وتأجيل وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيموية لموقع الهجوم فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن نظام الأسد ما زال يملك أسلحة كيموية محدودة رغم عدم وجود مؤشرات على أنه يستعد لشن مثل هذه الهجمات محذرة إياه من استخدامها بعد الكيموي والضربة الغربية المحدودة يتصعد الحديث عن مستقبل سوريا وحدودها الحالية وما إذا كان من الممكن للحفاظ عليها بتزامن مع تمايز الخطوط في الشمال والجنوب مع مواصلة نظام تهجير أبناء باقي المناطق المحاصرة ما يضع الجميع في سوريا أمام سؤال واحد ما هو الحل الذي طبيخه لهذا البلد